النهاردة نعمل مع بعض صندوشات الجنباري بطريقة سهلة وبسيطة والطعم بتحفى صندوشة دوشة تبيع برده بخمسين جنيه نحن نعمله في البيت بطريقة حلوة ونضيفة ومش مكلفة ان شاء الله تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي السلام عليكم طلاب وبركاته وازايكم حبابي عاملين ايه يارب تكونوا بخير نبدأ الفيديو بتاعنا بصلاة سيدنا محمد وعلى الاهله وصحبه اجمعين النهاردة هنعمل مع بعض الجنباري بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات ان شاء الله هتكون موجودة في البيت معادة الجنباري يعني ان شاء الله نجيبه من بره معانا نص كيلو جنباري الجنباري ده انا بجيب الجنباري البلدي وبقشره في البيت هنتعب شوية بس الطعم بيبقى مختلف عن الجنباري الكياس الكياس ده بيبقى عامل زكاوتش كده او مالوش اي طعم فحنا نجيب الجنباري طبعا انتش عايزها يعني بس انا بحب اجيب البلدي دوت وبقشره في البيت ده حوالي نص كيلو بنقشره ما نخسره كويس قوي ونقشره معانا بقى تاني دي ونشا دي على نشا ومعانا شوية بهارات كده يعني طبعا القشر احنا مش هنرميه احنا هناخد الجنباري نعمله ونستفيد بالقشر برضه ممكن تسلقيه تعمليه شربة ممكن تعمليه بالشربة جملوخية او تشربيها كده ممكن تعملي بها بودرة ممكن ابيعملها معاكم مرة بودرة بتتحطيها على الرز بتاع السمك او تتحطي على السمك زي التدبيلة كده يعني مهم معانا هنا بهارات معانا بابريكا وبصل بودر وطم بودر وفلفل اسمر وملح وكركم كركم عشان اللون هنجيب بقى بولا نحط فيه شوية دقيق وهنزود لو احتاجنا يعني بنعمل كده العجينة اللي هنحط فيها ونشوف هنحتاج وانه مش هنحتاج هنقلب بقى البهارات دي كده على بعض عشان هناخد نصهم هنا ونصهم على دقيق بس هنحط نصهم بقى هنا في التدبيلة ونستان هنحطوا على الطبقة اللي هنحطها من بره هنجيب ميا بقى بعد ما نقلب ده مع بعض شوية ملح هنا وهنا شو ما ننسين شوية ملح نقلب بقى كل الخلطة جماعة بعد كده وننزب الميا عليه ونعملها عجينة هننزب الميا بقى واحدة واحدة كده من ده غاية ما نشوفه كوامل اللي احنا عايزين الطريقة جيبت خلي الجنبري ليه طبقة حلو من بره كده مقرميشة وحلو نزود شوية جيب كمين عشان حلوية الكمية صغيرة بس نقلب بقى كده انا عايزة كوام مزبوط لا خفيف ولا تقيل عشان دي تعتبر التدبيلة اللي هيتتبل فيها الجنبري كده كوام مزبوط نحط بقى الجنبري الكمية بينها نية صغيرة لكن لما تتقلها هتعمل كمية كبيرة بس نسيبها في التدبيلة بقى كده مش اقل من ساعتين لو تقدر تعمليها 4 ساعة 6 ساعة على قدم تقدري تسيبها في التدبيلة يكون احسن هنجيب بقى الطبقة ده هنحط شوية دقيق هنجيب بقى الطبقة اللي هتتعمل من بره اللي هتخليه مقرمش هنحط شوية دقيق على معلقتين نيشا على البهورات اللي كنا بقى سيبنا على جنب هنقلبهم بقى كلهم مع بعض كده هنا بعد ما سيبنا بقى الجنبري في التدبيلة شوية هناخد بقى الجنبري كده ونحطه في الدقيق طبعا متنسوش يا جماعة ذكر الله والاستغفار كتير بس صلاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والعليه وصعبه اجمعين والحوقلة كل ده بيزيد الرزق احنا كده كده ما بنعملش حاجة شغلين بادينا فايه السناتنا هتبقى اعملها بذكر الله نغلب بقى الجنبري حلو بالطبقة بتاعت الدقيق دي كده عشان دي الطبقة اللي هتتعمل لنا من بره اللي هتخلي الجنبري مقرمش معين هنا كنت بحس بكاميرا شغالة لقيت الكاميرا مش شغالة كنت قاليت انا كمية فقلت قالي معكو حبة كمان هننزل بقى بالجنبري واحدة واحدة اللي عشان ما تحطوش مرة واحدة علشان الزيت ما يبردش منك وحاولي ما تنزلش دي اقفل مع الجنبري عشان الزيت ما يتحرقاش منك ننزل كده واحدة واحدة ياريتش جماعة ندعمو كده باللايك وشير سبسكرايب عشان القرانة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله بس هنقلب بقى كده هو الجنبري بياخدش وقت يعني هو انت بتحطي ثواني وتطلقي على طول لان هو ما بياخدش وقت لو زودت عليه في الثوى هيبقى بيشد ومجلد ومش هيبقى حلو خالص فهو يا دوب ثانية كده وتقلب عنها حتانية وخلاص يعني يا دوب ياخد اللون بس لون فاتح كمان ما تغمقهوش هنا بحناعمل سندوتشات مع بعض عايز تحطيه في عش سوري في عش فينو اللي يعجبك عسل ما انتوا بتحبو اناعملو في عش فينو كده اناعملو في عش فينو كده هنعمل بقى سندوتشات بتحطي الكمية اللي لو الحشو اللي انت تحبيه تحطي بقى لي كاتشاب موينيز لو عندك كابوتش يتحطي عليه كابوتشي انا ما كانتش عندي كابوتشي فحطيت كده ايه كاتشاب موينيز بس ممكن تقدمي غير كاتشاب او موينيز او اي حاجة تجمري بس هو طعم اصلا والله مش محتاج اي حاجة اناعملو بردو سندوتشات بطوتس ونحط عليها بردو كاتشاب موينيز كده اكلة خفيفة وسهلة وواحد زهق يعني الولاده قش ما بحبوش لخضار ولا كلام من ده عايزين سندوتشات على طول فبنعملهم اللي هم عايزين هنا بقى السندوتشات بعد ما خلصناها ياريت تجربوها بالتراضي ان شاء الله هتعجبكم ويرب الفيديو يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد آج شكرا